في بلد اللغة يطعن التعليم في الخاصرة وفي زمن الحداثة يعلو الطين على هيئة مدارس تشيدها خيبات فساد لا عماد لها سوى توال الصدمات عنوان فشل تصدر مؤشرات عالمية في قياس جودة التعليم ملقيا بأجيال العراق في الهاوية قبل نحو عامين لم تتفاجأ المسامع بخبر خروج العراق من تصنيف دافوس وفق تقييم جودة التعليم وفي العراق حصرا يعظم التناقض المقارنة بين خروج من تصنيف عالمي إلى نفق مظلم مع أرقام ضخها البلد على مدارسه قدرت بثمانية وعشرين مليار دولار منذ الفين وثلاثة وحتى الآن ولجسد معظم المدارس أي بنائها جدرانها صفوفها حكاية مرة ألف مدرسة طينية من أصل ستة وعشرين ألف مدرسة لكنها ستة وعشرون ألفا لا تغطي توافد الأجيال نحو مقاعد الدراسة عراق متخم بعدد سكانه تماما كتخمة سوء خدماته يدخل مليون طالب منه سنويا إلى مقاعد التعليم والمدارس أكثر من ثمانين بالمائة منها يفتقر لخدمات أساسية قد لا يذهب فيها الطفل إلى مأمن صحي أو معنوي يحتاج البلد لثمانية آلاف مدرسة لم تكن مشاريع التعليم فيها سريعة الإنجاز تقول جهات مختصة بنيت أربعمائة مدرسة على مدى خمسة عشر عاما يحتاج العراق لخمسة عشر مثلها لسد العجز والنقص في التعليم في العراق حدث أن أحد عشر مليون طالب منهم أربعة عشر في المائة لا يحصلون على حق التعليم حصارا بفقر يغزو عاما تلو الآخر وأكثر من ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف طالب خارج أسوار العلم والتعليم خيبات تقتل أنفاس مستقبل أجيال بلد أمس ما يحتاجه أن يستثمر فيهم فرصة تشييد مستقبل قد يكون سلاحا مصيبا رؤوس فساد اغتالوا رصيد الذهب الأسود واغتالوا أن يكون العراق بلدا يباهي في حضارته الأمم اشتركوا في القناة